فجع اليوم الشعب السعودي بخبر وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن الأمير الشاعر الذي لقب بمهندس الكلمة بعد المجهودات الكبيرة التي بدلها خلال مسيرته في ابتكار نصوص أدبية عربية في مختلف المجالات الشعرية الأمير بدر بن عبد المحسن يعد أيقونة الشعر السعودي والعربي ورحل عن عمر يناهز الخامسة والسبعين عاما خلال مسيرته قدم العديد من الأعمال الوطنية والسعودية الخالدة والأعمال الخليجية والعربية التي تغنى بها كبار النجوم تنعي أسرة برنامج سيدتي وقناة روتانا خليجية وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن ونقدم التعازي لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وجميع الأسرى المالكة الأمير بدر بن عبد المحسن رحل وترك خلفه إرث عظيم من الأعمال الفنية والشعرية الخالدة ووفاته كان لها تأثير كبير على الجميع وشفنا هذا الشيء من خلال مشاعر غرد فيها عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين منهم وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان ووزير التجارة ماجد القصبي ورئيس الهيئة العامة الترفيهية تركي آل الشيخ وغيره من العديد من المسؤولين من المملكة والوطن العربي كمان ندى مشاعر النجوم المتأثرين بخبر وفاة مهندس الكلمة وعراب الأغنية الشعرية والخليجية والعربية الأمير بدر بن عبد المحسن ما فيه نجم عربي أو شخص محب لهذا الأمير لغانيه لكلماته لشعره الكثير طبعا كل الناس اللي جمع عمل ما بين سمو الأمير وأيضا الفنانين نقدر نقول أن كنا بنلاحظ من الصباح كيف كل الناس بدأت تعبر عن مشاعرها بدأت تعبر عن الحزن بسبب الفقد وأيضا الفقد هذا سيطر على النجوم اللي عبروا عن مشاعرهم من خلال بعض الكلمات التي غردوا بها خانشوف بعض التغريدات طبعا زي ما حنا شايفين أغلب الناس خاننا نتكلم عن الأمير بدر بن عبد المحسن بطبيعة الحال من الشخصيات المحبة وكان لي مكانة خاصة عند الفنانين بسبب الأعمال اللي جبعتهم خلال هذه المسيرة الطويلة شفنا تغريد الفنان أحلام لعباد الجوهر وأيضا الفنان راشد الماجد والكثير الكثير دائما كنا نقول أن الشاعر قبل بدر عبد المحسن مختلف عن طبعا يعني ظهوره وأيضا غيابه عن الساحة الفنية حزنين جدا متأثرين جدا ولكن يعني سبحان الله هي هذه الدنيا يروح الإنسان ويبقى الأثر الطيب وتبقى الذكرى خالدة في قلوب جميع المحبين طبعا أكيد ينظم لنا الشاعر نايف صغير حياك الله معنا نايف يا هلو سهل الله سلمك في البداية طبعا نعزي نفسنا ونعزيكم طبعا بوفاة مهندس الكلمة الشاعر بدر بن عبد المحسن ما هي مشاعرك بعد سماعك لهذا الخبر والله أنا في أكثر مجردها اليوم أول شيء لنتقدم بخالفة تعالي بصادقها إلى ملكنا بالفدع والياهد الأمير والأسرة المالكة الكريمة والأسرة الأمير بدر بن عبد المشل الخاصة أخوانا وأبناها وبناتها وأحفادها أقول للسعوديين والسعودية والمحبين اللي حبوا بلر والقراءة والناس اللي كبروا مع شعر بدر ومع ظنيات بدر ومع أطلاق بدر اللي قد سنين طويلة بدر بعد المحسن بفقده افتقدت الثقافة السعودية افتقدت الكلمة السعودية افتقدت الموسيقى السعودية رائع كبير وغلج جليل يعني ما هو في تاريخ السعودية لكن ما مر مروا الكلام مر مروا العمامة المهدعين المتعلقين اللي راح يظلون لسنوات والعقود طويلة للأثر اللي تركوه في وجدان الناس الحب اللي تركوه في وجدان الناس بدر بالعبد المحسن يعني مشروعة هو اشتغل على المشروع كبير مشروع الكلمة مشروع الإحساس مشروع الفن مشروع الإبداع فهو كان يعي قدره من سنوات طويلة جدد وبتكر وغامل في مجراء الكلمة والإبداع شعر ملهم شعر متعدد متعدد المهارات ماهر فعلا كلمة مهندس الكلمة يعني ما أدري من الصحابي أو حد اللي أطلقها على بدر عبد المحسن فعلا بدر عبد المحسن كان يكتل الشعر بمعادلات معادلات خصة برؤية بأهداف كان يشتغل عليها ولما يوصلها كان ينقل أهدافها لمراسب أعلى ينقل الكلمة ينقل لغاية السعودية الشعر السعودي المعاصر نعم بدر شخصية يعني شخصية وطنية كانت تمثل السعودية بطريقة يعني عظيم وبحضور كبير وبأثر يعني بأثر تجاوز تجاوز السعودية والأقليم اللي حنا فيه للعرب حتى اللي في المهجر نعم أستاذ نايف يعني أنا ودي أسألك كان طبعاً لا هو بار يعني على طبعاً هذا الشاعر سمو الأمير بدر بن عبد المحسن ولكن أريد أن أتكلم معاك عن بدر عبد المحسن للإنسان إذا فيه مواقف تذكر لنا إياها جمعت بينكم والله هذا من طال عمرك من حفظ طيب أنا وديل من الشعراء يعني عشنا في وقت كان وموجود فيه وما نقول زاملنا هو أكبر والله من جمالة يعني لأنه سفر بالحقيقة فلكن كان كان عنده أساس العبوبة في تعامل معه مع الشعر مع الشعراء مع الناس كان ناصر كان موجه كان قدوة كان كان يأكد على التراف وعلى المعرفة وكان ناصر لكل الشعراء اللي كانوا محظوظين بي أنا واحد منهم يعني عرفته عن قر لثنوات طويلة يعني هذا كان يعني حظي الزين اللي اللي كواني أقترب من شخص مثل بدر وأتعلم منه وش تعلمت منه أستاذ نايف يعني كيف أثر عليك وش يعني كلمة قالها في يوم من الأيام فضلت خالدة يعني في ذهنك تخبر كثير في مجال الإعلام وكثير كان يأكد على على أن على أن الشاعر الحقيقي هو اللي يمتلك أحداث تخص شعره فهو كان يطبق هذا غير طاول أنا ثبت يعني يعني قابلت الأمير بدر خارج السعودي أنا أعرف فقورة في السعودية وأعرف بس بدر كان يعني في السعودية بقليل الاحتكاك مع الناس أنه شيء مشهور ونجم وانتعار نعم فكنت كنت قابلة برة وكنت أشوف حلما يحضر في محفل ولا حلما في أمسي حضرت معا أكثر من أمسي على برة السعودية وشفت في سفر كثير برة السعودية بدر بعد المحفل لما يحضر في في كل مكان تشعرين أن حتى حتى يشعرون أن حضر أحد مهم مش حضر أحد مهم حضر أحد محبوط لأن كنت أنا ألمس يعني كنت أغضر أغضر بطعيها وإي أحد يعني يحسب اللي شفت أنا سيحدد بدر هالخاطية خاطية محبة الناس الصادقة المحبة اللي لما يقابلون هالنا صال عمر تحسين في داخل عيونهم وفي كلامهم حب لهذا الرجل ومرات تكون مثلا هذه المقابلة أول مرة نعم وش هالحب اللي هو تركب في أنغان وفي قلوب الناس عشان هو يحظى بالحب اللي أنا شفته وهو المسه معني من الناس وتمتع في محبة الناس وفي حضوره وفي جماله في نفوس الناس نجر يسري يسري المكان أثر الشعر أثر الأغاني أثر الشعر الوطني أثر الوطنية في نفوس حتى حتى السعوديين من خلال أعماله الوطنية الخاضر رحضوا شاهد على شاهد على تميز وتفرد هذا الشعر السعودية رحضوا الفقورة سنين طويلة واللغة اللغة نفسها العربية يعني رح تفتخر بساعدة محسن لأن أكرب الشعراء للغتنا يعني أشاع شعرنا أشاع الجمال أشاع الحب أشاع يعني تستكد الدنيا من هذا هذا المشهر نعم نحن أكيد نشكر مداخلتك ووقتك معنا اليوم الأستاذ نايف سقر شكرا جزيلا لك طبعا يعني بالحديث عن هذا الموضوع والفراغ الكبير اللي طبعا تركه الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن ترك فراغ في الفن والوطن فجعت الساحة الثقافية والأدبية بوفاة أحد أبرز الشعراء والفنانين في المملكة العربية السعودية الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن مهندس الكلمة ترك الأمير بدر بن عبد المحسن بصمة عميقة في عالم الشعر والأدب العربي حيث كانت قصائده محل تقدير واعتزاز من قبل الجمهور والمثقفين على حدا سواء وقد عرفت أغانيه بالجمال اللغوي والموسيقى المتقنة التي ترافقت معها يعازف الأوتار داوين بالأشعار قل لي قصيدة عشق فيها فيها المطر والنار وانا علي للروح كفر الورق مجروح واللي يحد بصدك وتنزف جروح بصدك تعد وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن خسارة كبيرة للمشهد الثقافي والأدبي في المملكة حيث فقدت الساحة الثقافية أحدى أعمدتها الرئيسية وروادها البارزين بهذا نودع الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن الذي غادرنا تاركا خلفه إرثا ثقافيا عظيما يظل خالدا في قلوب محبي الشعر والأدب لا تلوح للمسافر المسافر راح ولا تنادي المسافر المسافر راح يا ضياع صواتنا في المدى والريح القطار وفاتنا والمسافر راح وبهذا الوداع أكيد نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله وافية مستشار إعلامي أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله يعني هذا الوداع الصعب على الجميع من الفنانين والإعلاميين وأيضا الوطن بشكل أجمع ودي أسألك يعني أول ما قلت الخبر إيش هي مشاعرك أولا نعزي قيادتنا الحكيمة ونعزي الشعب السعودي وكل أصحاب الكريمة وممن تتلمد على شعرية الأمير بدر عبد المحسن لا نقول إلا أن العين لا تدمع وأن القلب لا يحزن وأن على فراقك يا بدر لمحزنون فأنا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه راجعون نرسيه ببيت الشهير الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي قبلة وارش وارع وانتفاضي الحروف بدر عبد المحسن كان شجاعا في مواجهة الموت وفي عزمته الصحية الأخيرة وجه رسائل كثيرة ومن ضمنها قصيدته التي كتبها لأخوه سعود وفيها البيت المعروف الذي تداوله في مواقع التواصل ولا بد هيا سعود قغيب شمسي لسنة رب الخلاي فربها بدر عبد المحسن حتى في مواجهة الموت كان شجاعا وعندما سألوه عن الموت رد بالقصيدة يا سيدي ماني من الموت خايف من يعرف الله حق ما يعرف الخوف يجزيك عن الرب ويضع الصحايف ويبني لك في جنته الإدران ويسكوف نسأل الله أن يرحمه وأن يسكن فسيحة جناته لهذا المصاب الجلل لشاعر كبير وعظيم وهمدس كلمة ويقونا ما يقونا الشعر السعودي طبعا أكيد أستاذ عبدالله بحكم خبرتك يعني في بجال الصحافة الفنية والثقافية أكيد يعني جمعتك ذكريات أو مواقف مع الراحل ممكن تكلمنا عنها طبعا الأمير بدر عبد المحسن شخصية مهمة وهو هدف لأي صحفي أن يحظى بلقاء مع الأمير بدر عبد المحسن أو بتصريح منه جمعتني مواقف كثيرة مع الأمير بدر عبد المحسن من خلال ودارها صديقه والشاعر محمد ججر الحربي كان حضورا جميلا ومختلفا وكان يجيب على الجميع ويقف للجميع ويتصور مع الجميع بكل حب وتواضع أيضا في المعرض السابق لعلي أشير للمبادرة الوزير الثقافة عندما أمر بجمع الأعمال الكاملة لأمير بدر عبد المحسن ووقعها لجمهوره وفي تلك الفترة اللي أنا حضرت هذا الحشد الكبير اللي حضره لتوقيع الدواوين هالخمسة الكاملة المجموعة الكاملة فلنوصل بنا أنه إحنا نطالب بيوم ثاني لتوقيع كان يقف مع الجميع ويتصور مع الجميع ويحضر في أي مناسبة يعني يطلب فيها كان مبادرة وخاصة عن مناسبات الإنسانية أتذكر موقف وإحنا جاءت فيه مع الأمير بدر قال أنا ترك وأجلت سفري لأجل هذه المبادرة الإنسانية اللي كانت جمعية سند لدعم مرضى الأطفال المصابين بالسلطان ما قام أمسية شعرية وكان ريعها لدعم هذه الجمعية ما أيضا يعني حضرت وشاركنا في الاحتفالية التي قامتها هيئة الترفيه برعاية معالي المتشار تركي آل الشيخ تلك الليلة الجميلة من أسمها كان نصف قرن والبدر مكتمل أشياء كثيرة دمعتني في المدر معدل محسن سواء من خلال الأمسيات التي حضرت على أو من خلال اللقاءات الشخصية اللي أظهرت حسن تعامل بدر محمد المحسن مع الإعلاميين وتوابعه وفعلاً فقدنا رجل وإنسان عظيم يعني خلال هذه العقود الطوال كيف أثر الأمير الراحل على الأغنية العربية والأغنية الخليجية طبعاً الأمير بدر عبد المحسن شاعر مختلف يصنع الدهشة والميزة في الأمير بدر عبد المحسن أنه لا يرضى بالقليل من الكلام بل يصنع الدهشة ويبتكر دائماً كلماته ومفرداته مبتكرة عندما نفجع لأغاني هذه الميزة التي تميز أغاني بدر الكلمات التي غنيت للأمير بدر عبد المحسن أنها صالحة لكل زمان ومكان ولجميع الأجيال في رسلتها سواء أغانيها التي غلناها محمد عبد المحسن أو تعاونهم مع الفنان طلال محسن الأغنية الشهيرة والمعروفة زمان الصمت أغنية الليلة والمباقي ليلة مع عبد الرب دريف المسافر من أجمع الأغاني التي غلناها راشد الماجد تعاونهم مع نجاف الصغير تعاونهم مع عبد المجيد عبد الله كان له بصمة مميزة في أغانيه وفي حضورها بل وراحل أن أغلب وهذا شاهدنا في مواقع الثواثل الأغاني وكلمات برعبد المحسن حاضرة في أدهاننا ونستشهد بها في جميع مواقفنا أرفض المسافة أباعتذر لا تردين الرسائل صوتك يناديني هذه أغاني عادرة وعايشة لكل زمان ومكان فالأمير عبد المحسن كتب الخلود للأغنية وستبقى نرددها إلى أجيام خادمة شكرا لك أستاذ عبدالله وافيا شكرا لك لمداخلتك معنا وأكيد اليوم كثير من الفنانين والمشاهد كثير طبعا حابين أنهم ينعون الفنان الراحل بدر عبد المحسن وأيضا ينضم لنا عبر الهاتف الفنان علي عبدالستار حياك معنا علي هياك معنا معكم مساعد ودي أعرف كيف وصلك خبر وفاة الراحل بدر بن عبد البحسن واللهي أنا في القاهرة وكان عندي شوى الصور جديد جديد وبعد المنصحات شكت وسائل الأعلام والمنصات كلها طبعا تتكلم عن هذا الصبر الأمين الحقيقة والحديد على قلوبنا جميعا طرات على روح الفاتحة رحمة الله رحمة الله طيب يعني بحكم خبرتك الطويلة في مجال الغناء وأيضا والفن مع كبار الفنانين والملحنين والشعراء على حد سوا اليوم لو رح أسأل الفنان علي عبدالستار عن أبرز المواقف اللي جمعت ما بينه وما بين الشاعر بدر بن عبد المحسن والله أنا تشرفت في الحقيقة اللقاء ومشاطرة الحديث الشيق معه ونصائح الحقيقة كنا في مسرح كتارة في الحي الثقافي في قطر طبعا ما في شك هناك كانت ليلة كارسية استدعي بسمه الأمير رحمه الله تعالى عليه فغنوا طبعا مع نخبة كبيرة الحقيقة كذلك من مجموم الغناء العربي من دون الصحوة الخليجي بصفة خاصة نعم وغنوا مجموعة كبيرة من أشعاره وغن وأنا حضيت الحديثة وكان شرب كبير من المشاركة والجلوس المشاركة والحديث عن الذكريات وعن الكلمات اللي أعتقد هو يعني يعتبر أيقونة الشعر الحقيقة شعر بمعنى الكلمة المفردات وصياغة المفردات اللي يستعملها طبعا ما تقد أي إنسان وأي شاعر يستطيع أن يركبها يعني بالطريقة المتواجدات في الكلمة صحيح طبعا نحن نعرف أنه الراحل أثر أو وضع قيمة كبيرة للشعر لكن خلينا نتكلام على مستوى الأغنية العربية أو الخليجية كيف قدر يأثر فيها الراحل بدر بالعبد المحسد والله طبعا اللي قبل يعني ضيف سبف وقال كلام طيب ما قدر يعني ما في شك من جمال كلمات جميع ثمانين الوطن العربي والخليج ممنون وأنا أعتقد الكلمة اللي عن سمول عن بدر بن عبد المحسد رحمه الله لا لا توجد الكلمة عند أي شاعر آخر يظهر وتذارك يعني في الحزن يمثل الحزن بكامل مواصفات الحزن وفي الفرح يعقين البهجة والسرور والتفائل والطاقة الإيجابية دائما من خلال كلمات يعني بالحديث عن هذه المدة الطويلة الشخصية المحبوبة ما بين الجمهور والمحبين والفنانين على حد سواء قصص كثير مواقف كثير لكن يعني من وجهة نظر الفنان علي عبدالستار إش هو سر محبة الناس والأغلبية لهذه الشخصية المتواضعة المحبة للخير والله ما في شك أول شيء مثل ما قلت في طواضع ثاني شيء أوروكية ثالث في كلماتها الجميلة وأشعارها الجميلة وما في يعني عمل ينزل إلا يلاقي النجاح الكبير حقيقة ليس على مستوى السعودية أو الخليج بل على الوطن العربي لكم فشاعر مثل الأمير رحمة الله عليه لا يتكرر أبداً بالحديثة نعم بالحديثة عن الشعر أو الشعر المغنى بالكلمات الأغاني يعني اللي يسمع الأغاني ويشعر أنها تحكي مشاعر حقيقية يعني الأمير بدر بن عبد المحسن بطبيعة الحال كان محب وتطغى على الرومانسية على كلماته وغيرها ولهذا السبب ربما في كثير من الأجيال يعني تستمتع وتعيش تفاصيل هذه الأغنية برأيك يعني شخصية لها عقود وهي طبعا في عالم الفن والشعر وغيرها كيف قدرت أنها يعني تستعمل الكلمة لأجيال مختلفة أو تأثر على هذه الأجيال المختلفة أولا هذا سر مجاح سمع ومير الأجيال الحالية إلى الآن جالس يعني تسمع أشعار اللي ظنت وأنا تفاجأت الحقيقة كانت في الرياض كان الشاب اللي جاينا على ياقات يستقبلني طول ما هو في الطريق قاعد يسمع أغاني لشهرنا الراحل وهو صغير السن يعني فسألت قلت لي إيش معنى أنت تسمع الأغاني الطربي هذه قال أنا ما سمع ذي الأغاني فهذا دليل وسر نجاح سمو الأمير إنه عاصر كل الأجيال مخضر عاصر بأجيال جيل ما وجيل الحالي فبالتالي فيه سر معين في كلماته الله وحبها لسمو الأمير فقط لا يتكرر مع أحد أخ كل ما أخير أحب توجهها لمحبين البدر عبر برنامج سيدتي والله أتقدم الخالص التعزي الحقيقة والمواسع والحزن الشديد لأنفسنا أول شيء لخادم الحرمين الشريفين والولي العاد الأمين الأمير محمد بن سلمان والشاب السعودي ويا رب إن شاء الله نسأل الله له الرحمة والمغضرة وأن يلهمنا وإلهم أعلى وزوي وجمهورة كبيرة في الوطن العربي الصبر والسلوان نقول إن على الله وإن راجع أكيد نشكر وقتك ومداختك معنا الفنان القدير الأستاذ علي عبدالستار شكرا جزيلا لكم مشاهدينا مستمرين معكم ولكن بعد الفاصل